اشتركوا في القناة طبعا نزل في كتاب المعاصر للي معا نسخة كتاب المعاصر سنة ربعة لو انت اول مرة تابعنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلبة ودعمنا بلايك لو الفيديو عجبك هسيب لك تحت في الوصف ازاي تكتب ايميل وازاي تكتب فيديوهين مهمين جدا وهسيب لك صفحة الفيسبوك لو ما حاجتك اي استفسار وترسلني من خلالها وكمان هسيب لك قائمة تشغيل الصف الرابع التداية عشرين خمسة عشرين ترمى اول فيها جميع الفيديوهات السابقة من الوحدات سواء كتاب الجم اللي بنشرح منه دلوقتي او كتاب المعاصر محلولين ومشرحين بالترتيب فيها كمان التقييمات الاسبوعية الخاصة بموقع الوزارة لحد الاسبوع الرابع وهينزل كمان الاسبوع الخامس والاسبوع اللي جاي كل التقييمات اللي جاي بإذن الله هتنزل في القائمة دي كل ده سيبقولك تحت في الوصف أسفل الفيديو على طول هنعمل النهاردة قلنا هنشرح listen to ونقرأ الكلمات اللي موجودة فيها ونشرح القواعد بتاعتها ونحل التمرين اللي جاي عليها listen to او الدرس التاني جاي بعنوان where is at يعني ايه where is at يعني اين هو where أداة استفان بتسأل عن المكان بمعنى ايه بمعنى اين وطبعا is it اين هو أول حاجة بيقولك هنا listen استماع point asher and say وكل بنبدأ زي ما احما تعوديني يعني سنة رابعة بالmean vocabulary اللي هي المفردات الايه الرئيسية أول كلمة جاية معنا يا ولاد وهي كلمة مدرسة مدرسة يعني school يبيت افترمي لو سمحتوا يلا school 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 super market يا ولاد اللي بنشتري منه الطعام وبنشتري منه الأدوات اللي احنا محتاجينها في المنزل سواء من أكل أو مستحضرات أو حاجات من دي اسمه super market يبيت افترمي لو سمحتوا super market super market super market مول تجاري يا ولاد بنشتري منه الملابس بتاعتنا اسمه shopping mall shopping mall يعني مول تجاري اسمه ايه shopping mall يبيت افترمي shopping mall shopping mall بعد كده مكتب البريد اللي بنمعت منه الرسائل أو الخطبات أو بنحط فيه فلوس اسمه post office يبيت افترمي يلا post office post office يعني مكتب بريد post office مكتب يعني office مكتب office office مكتب ده ممكن يعمل فيه الناس بتشتغل فيه اسمه office مستشفى يعني hospital 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 مستشفى hospital اللي بيت افترمي لو سمحتو hospital مستشفى يعني hospital hospital بعد ما كون ذكرنا الكلمات الرئيسية كويس جدا جدا بتذاكر زيها الكلمات الإضافية للإكسترا vocabulary korea يعني village اللي بيت افترمي لو سمحتو village korea village village نبات يعني plant plant نبات plant بتيه بمعنى يزرع برضو بس هنا جايه بمعنى نبات plant ملابس يعني close ملابس close اللي بيت افترمي لو سمحتو close close مدحف يعني museum museum يعني متحف museum museum اللي بتفترمي لو سمحتو museum نهر النيل زنايل لو تلاحظوا نهر النيل هنا بدأ بحرف كابتل بكلمة nail لان دي مكان مشهور يا ولاد فلازم يبدأ بحرف كابتل اسمه the nail the nail the nail the nail يعني نهر النيل arica او كنبة يعني couch couch arica او كنبة بتسوي كلمة sofa بمعنى كنبة برضو couch 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 حزاء يعني shoes 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 park park حديقة او منتزة park 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 الاخبر يعني the biggest ودي اولاد ادجكتب صفة the biggest the biggest يعني الافضل the biggest the biggest the biggest leaders sick يعني مريد ودي ادجكتب صفة برضو يا سنة ربعة sick مريد يعني sick sick map خريطة اسمها ايه map map بيتفتر مين او سمحتو map بعد كده يا ولادة عندي الconjugation of verbs اللي هي تصريف الافعال عندنا regular verbs قولنا باضافة ايه زي ما احنا تعودين D bravo عليكم دي الافعال نهيته ايه والايد مع معظم الافعال bravo والايد مع الافعال اللي نهايتها y تصبك الواي او سابق الواي حرف ساكن تقلب الواي لو ايد انا عندي هنا بفعل live يعني يعيش منتهب ايه ضفتله دي بس بقى lived live 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 learn يتعلم ضفتله ايه دي learn it learn 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 بتفتر مين او سمحت learn 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 اكناك بتنططي في الاخر الـ regular verbes الافعال غير منتظمة قولنا ملاهاش قعدة فبالتالي هي ايه حفظ خلاص يعني ملاهاش قعدة buy يعني يشتري الماضي منه boat ولو تلاحظوا انه ان كلمة boat الجي اتش فيها silent لا تنطق buy boat buy boat send يرسل الماضي منه sent send sent send sent بعد كده عندي الـ expressions and phrases اللي هي الجمل والتعبيرات next to the nile يعني بجانب النيل عندي next to دي حرف جر بمعنى بجانب next to بتجي على بعضها the nile يعني بجانب النيل next to the nile where i learn حيثو اتعلم where i learn where i learn حيثو اتعلم where i learn where برضو بتجي بمعنى اين استفهام بتسأل عن المكان لسه مكملين يا ولاد في unit 4 الوحدة الرابعة طبعا listen to الدرس التاني الوحدة بعنوان where do you live بتجي او صفحة 127 127 هنا بقولك look انظر and read واقرأ جيب لي كده زي نظام قطعة صغيرة انا اقرأها مع بعض my name is Zane انا اسمي Zane I live انا بعيش in a village في قرية next to the nile بجانب النيل I live in a house انا بعيش في منزل with my family مع عيلتي our house منزلنا is not the biggest ليس الاكبر in the village في القرية it is between هو ما بين a yolo house منزل اصفر and a brown house احنا استخدمنا هنا يا ولاد اداة تجار between ومعنى ان انا استخدم اداة تجار between ما بعنى بمعنى بين ان انا لازم استخدم ما بين حاجة وحاجة هنا قالك between ما بين yolo house البيت الاصفر and brown house والبيت الايه البني يبقى between دي تستخدم لما يجي ايه حاجتين بمعنى اصح لما اشوف كلمة and اعرف ان انا استخدم ايه اداة تجار between او ما بين ايه حاجتين there are tall trees behind the house هناك اشجار طويلة خلف المنزل behind برضو حرف جار بمعنى خلفة يبقى احنا هنا كزا حرف جار في القطعة دي يبقى ثاني تعالى نكمل جايب لي بقى شوية definitions تعارفات كده school اللي هي المدرسة قالك a place هي المكان where we learn حيث بنتعلم يبقى ممكن يجيلي في الاختيار حاجات من دي اه يبقى هي ايه مش حفظ بقى خليها مثلا خليها مذاكر بقى راش حفظ يعني ديها تتذاكر عشان لو جاء عليها سؤال ولا حاجة مذاكرة طيب اول حاجة school قلنا a place هو مكان where we learn مكان حيث بنتعلم super market قالك a place هو مكان where we buy food حيث بنشتري منه الطعام shopping mall اللي هو مركز التسوق او المركز التجاري a place هو مكان where we buy clothes and shoes بنشتري منه الملابس والاحذية post office قالك a place مكان where we send letters بنرسل في الخطبات office اللي هو مكتب a place هو مكان where my mom حيث ممتي and dad وبابايا work بيعملوا في hospital مستشفى قالك a place هو مكان where we go when we are sick بنروح اليه عندما نمرض ده بالنسبة ياولاد للدفناشنز دي او التعريفات دي بعد ما كون زكرة الكلمات كواس جدا جدا بقدر احل التمرين ده بمنتهى سؤولة to learn عشان تتعلم school مدرسة shopping mall مركز التسوق post office مكتب البريد ولا office مكتبها بتروح لسكول المدرسة عشان تتعلم noha went to the noot بتروح فين when she was sick لما بتكون مريضة school المدرسة office المكتب hospital المستشفى وتروح للhospital المستشفى لما بتكون مريضة they went to the noot بروح فين to buy some food عشان نشتري بعض الطعام supermarket طبعا can you tell me ممكن تخبرني where the noot is i want to send a letter انا عايزة ارسل خطابي او انا عايزة اشوف ايه post office مركز البريد ولا works in a بتعمل فين it has many desks and computers فيه كثير من the desks والcomputers يبقى بتعمل فين في office في مكتب nadya went to the noot راحت فين to buy some new clothes عشان تشتري بعض الملابس الجديدة يبقى راحت لي shopping moon تعالوا نكمل وصلنا لصفحة 128 128 وصلنا للجزء الخاص language focus القعدة النهاردة القعدة بتاعتنا بتتكلم عن propositions of place اللي هي الحروف جر الخاصة بالمكان عندي حروف جر الخاصة بالمكان قدامنا ايه اول حرف جر وحرف الجر on on يعني على زي ما انتم شايفين القطة دي the cat موجودة فين is on the box على الصندوق يبقى on يعني على ربي تفترمي on 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 في أو داخل يعني in زي ما انتم شايفين القطة هنا داخل الصندوق in ربي تفترمي in تحت يعني under under القطة هنا تحت الصندوق بيبقى under 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 above اللي هو فوق او اعلى بس ركزوا معايا يا سنة رابعة above هنا معناها ان القطة مش لمسة الصندوق لان احنا لو هي لمسة الصندوق هناخد حرف الجر on لكن لو هي فوقه او اعلى منه يبقى ناخد حرف الجر ايه above above يعني فوقه او اعلى بتفترمي above above طيب بعد كده عندي اداة الجر next to بجوار واخد بالك ان لو جالي في الجمل تحت next يبقى لازم يكون موجود to ولو موجود to لازم اختار next يتيجي على معضاع next to بجوار next to next to next to يعني بجوار between اللي هو بينة القطة دي ما بين الصندوق ده والصندوق ده يبقى between يعني بينة between لازم تكون ما بين حكتين between behind يعني خلفة القطة هنا خلفة الصندوق behind behind اللي بتفترمي behind in front of امام لو تلاحظوا برضو in front of لو انا جالي front of يبقى نقصني حرف an لو انا جالي in front يبقى نقص حرف الجر of يبقى هي على بعضها in front of يعني امام in front of لازم تيجى على بعضها هنا بيقول لي remember تذكر asking about places لما بنيجي نسأل عن الاماكن بنسأل بقادة استفاهم where اللي بمعنى ايه سنة رابعة بمعنى اين بنسأل بها عن المكان بمعنى اين بنسأل بها عن المكان where زا it is زا place اللي هو المكان where و is the place المكان ده بنسأل بها عن المكان اين المكتب قالت it's in front of the park هو امام الحديقة دم السورة هي المكتب هنا امام ايه؟ امام الحديقة طيب تعالى نكمل بعد ما اكون ذاكرة القاعدة كويس وحروف الجر الخاصة بالمكان بعضة راحل الكويس ده بمنتهاء السهولة fish السمك live بيعيش زا انا عايزة اقول السمك بيعيش في المية حرف الجر فيه يعني in لان انا عندي هنا on يعني على behind خلفة between ما بين يعني بين كذا وكذا هنا سأل سؤال is the key امام it is on the table هو على الترابيج زيب انا بقول اين المفتاح اين بسأل عليها بادة استفاهم where جميل my school is not of the shopping mall ركز معايا هنا بقى next محتاجة to هل هنا في to لا يبقى مش هينفع next behind يعني خلفة المدرسة خلفة the shopping mall بس انا عندي حاجة انا عندي حرف الجر هنا of يبقى انا محتاج in front of يعني امامة تجي كده على بعضها hola's house بتعولة the school and the city park هو ما بين المدرسة والحاضيقة بتاعة المدينة بين between لان ما بين حاجتين excuse me مع زرطة نقط is the husband العايز اقولك اين المستشفى بسأل على المكان where اين المستشفى the bridge الكبري is not the river عايزين نقول اعلى النهر اعلى ومش لمس النهر يبقى اي اولاد يبقى above اعلى او فوق please put your phone not the disk هنقول ايه هنقول حط التلفون بتاعك on على الدسك the pit الحيوان الاليف is heading not the door هنالجين نقول مختبئ خلف الباب اللي هو behind طبعا مش هنفع هناخد in front لان ناقص of between لازم تكون ما بين حاكتين next ناقص to يبقى الوحيدة اللي تصلح behind my house is not انا عندي هنا two لما عندي هنا two يبقى اختار next to يبقى منزلي بجانب can you see the band هل انت تشوف الالم it's not the book next ناقص to لازم تكون ما بين حاكتين under هنشوف in front ناقص of يبقى الوحيدة اللي تنفع under ان الالم تحت الكتاب تعالى نكمل وصلنا بعد كده يا سنة رابعة لصفحة 129 129 هنحل التدريبات اللي موجودة على الدرس التاني لو انت لسه مشتركش في القناة فعلت زر الجرس يتنزل اشترك حانا فعلت زر الجرس عشان يصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان يوصل لأكبر قدر منكم الطلاب ودعمنا بلايك السؤال هنا جاية اختار اللي جابة الصحيحة from a b c or d هنا بيقول لك ايه ماي بوك اللي هو الكتاب بتاعي is not at the table i can't see it انا مش شايفه ركز معي ناقصها 2 مايش بينفعش in front of ما نشوف behind خلف above فوقه انا عايز اقول بقولك انا مش شايفه معنى ان انا مش شايفه يبقى مش هينفع امام امام لو هو امام الترابيزة هابقى شايفه لو هو فوق الترابيزة مش لمسها مش هتنفع هنا behind يعني خلف الترابيزة عشان كده انا مش شايفه there is a table هناك ايه ترابيزة نقط the balcony انا عايز اقول في البلكونة يبقى in the balcony the hospital المستشفى is not the shopping mall and the park ما بين حكتين يبقى between لما عندي مكان and the mccan يبقى ايه between sarah went to the noct وعندي to يبقى نقصني هنا ايه sarah زهبت لي ايه to send عشان ترسل a letter خطابي بقى زهبت ليه post office مكتب البريد عشان ترسل خطاب هنا نقط is the park اقال لك it's behind the office ده هي خلف المكتب يبقى الوصل عن مكان اداة تستفهم تستعمل عن مكان هي اداة تستفهم where where can i send the noct in the post office ايه اللي بنرسله في المكتب البريد طبعا the letters اللي هي الخطابات where is the noct قال لك i want to buy some food باشتلي منه الطعام يبقى انا برسل عن مين ع السوبرماركت برفو عليكم my dad goes to the noct when he feels sick لما شعر بالمرض ذهب فين hospital المستشفى i can buy some new noct at the shopping mall انا قدر اشتري ايه من shopping mall shoes الاحزية اكيد مش هشتري houses منازل خطاب خطابات my children الاطفال never go to the noct on friday ما بيوحوش فين ابدا يوم الجمعة it's holiday دي اجازة ما بيوحوش طبعا المدرسة ان الوحيدة اللي بتكون اجازة يوم الجمعة هنا read اقرأ and complete و اكمل كلمة اللي في الصندوق i love my town بحب المدينة بتاعتي it's a good place يا مكان جيد دي number one اكتبها فين اكتبها يا هم to live in اللي عيش فيه it is a small يا صغيرة but it has لكن عندها a supermarkets تمام وافيسز مكاتب schools مدارس and many other places واماكن اخرى i walk to not every morning to learn انا بروح فين كل يوم عشان اتعلم بروح طبعا ال school المدرسة the number three هكتبها هنا my school is next to the park بجانب الحديقة i not in the park with my friends انا بعمل ايه في الحديقة مع اصدقائي play بلعب the number four هكتبها هنا تعالوا نكمل هنكرأ القطعة دي ونبدأ نحل عليها على طول my name is soha i live in a small city عيشة في مدينة صغيرة my city has stories فيها متاجر offices مكاتب a shopping mall مركز تسوق and school ومدرسة i go to school بروح المدرسة my school is next to the hospital بجانب المستشفى i go to the park بروح الحديقة to play tennis i go to the supermarket to buy different foods بروح السموماركت شرشتلي طعام مختلف and drinks ومشروبات i love my city بحب المدينة بتاعتي وصلنا لصفحة 130 130 بقولك soha's school as a hospital يعني هنا المدرسة بتاعت soha بالنسبة للمستشفى يا ولاد قالك هنا في القطعة منية next to بجانبها soha place tennis انذا بتلعب تنس فين؟ في بارك في الحديقة where does soha buy different foods and drinks بتشتري مين؟ منين؟ المشروبات والأكل طبعاً بتشتري منين يا ولاد؟ at the supermarket يعني هنا تعالا نكتب هتبقى at the supermarket ثم بقولك summarize لخص in two sentences في جملتين تعالا نلخص أول جملة معنا قلت soha lives بتعيش in a small city في مدينة صغيرة الجملة الثانية زى city المدينة has interesting places فيها أماكن شيقة أي جملتين بيعبروا عن نص ده يعتبر التلقيس هنا بقى عندك بيقولك read and write the correct form اكتب إليه الصغة الصحيحة لما بين الأكواس the boat moves تعالا نكتبه ونحلهم ونحلهم ونحن حلناهم كده ليه الحل زهر قدامنا باللون الأحمر the boat القارب moves تحرك on the border يعني على المية ينفعش إن القارب تحرك في المية لا في المية هيغرق يبقى on هي اللي صح that's office اللي هو مكتب الأب أو أبي هنقول عندي هنا حرف to يبقى نقصها next to يعني بجانب the post office مكتب البريد put your box ضع الكتب بتاعتك in your bag يعني في حقبتك please من فضلك the shopping mall اللي هو مركز التسوق أنا عندي هنا off يعني أمام mona's house بيت هون مونة بالنسبة عن المكان بقادة ستفام where where is the city bank اللي هو أين البنك please من فضلك قالك it's the next to the park بجانب الحديقة look on the beautiful kite على الطائرة اللي هي الورقية يا أولاد الجميلة دي flying بطير above the building يعني فوق المبنى the house المنزل is لقلت هنا between لأن عندي مكانين ما بين المدرسة the house is hiding behind خلف the tree الشجرة أكيد مش بتختبئ أمامها the cat is under the table تحت التربيزة ليه لأن أنا مش شايفها there are there are there are apples in the fruit fruit basket اللي هي سلت الفكهة ننفعش فونت تعالي نكامل هنا بيقولك بيقولك تكلم عن بلايسز أماكن in my town في مدنتيم وجابة عليها في نهاية الكتاب آآ وبكده يا ولاد احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة الدرس التاني في الواحدة الرابعة في كتاب الجم للصف الرابعة بتدائية عشرين خمسة وعشرين لسه مشترك تشوفوا في القناة وفعل زر الجرس نزلي اشترك حانا وفعل زر الجرس عشان يصل له كل جديد عشان اللي جاء ان شاء الله ينزل على قائمة الصف الرابعة بتدائية تقدر تشوفه منتها السهولة آآ كمان هسيب لك تحت في الوصف ازاي تكتب ايميل وازاي تكتب باراغراف وصفحة الفيسبوك لو معتاج استفسار وقام التشغيل الصف الرابعة بتدائية عشرين خمسة وشرين ترمى اول تقدر تستفيد منها فيها جميع الفيديوهات الخاصة بالوحدات مشروحة ومعلومة تفتيب من كتاب الجم وكتاب المعاصر وتنفع التقريبات الأسباعي الخاصة بموقع الوزارة بتتمنى لكم التوفيق جميعا كانت معاكم مساء سماء ياسر اشوفكم في فيديو